موسيقى وشاهدين الكرام أهلا بحضراتكم في حصاد أسبوع يتجدد معكم على شاشة النيل للأخبار مصر في أسبوع مصر في أسبوع يتناول معكم على مدار أسبوع كامل أهم التطورات والأحداث على صعيد نصر السياسي والاقتصادي والفني مصر هي الدولة الوحيدة التي تم ذكرها في القرآن الكريم خمس مرات هي بلد الأمن والأمان، أرض الحضرات، مهد العلوم والفنون منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في نصر وهو يواصل مراحل البناء والتنمية وإقامة المشروعات القومية الكبرى وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية للنهوض بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى مقدمة أحداث الليلة الرئيس السيسي يوجه بالمحافظة على استمرارية المخذون الاستراتيجية من السلع الغدائية الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام بكافة مكوناته السيسي يوجه بتخصيص حزم تحفيزية للأطقم الطبية العاملة بوحدات الرعاية الأساسية السيسي يعود بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بالأردن مكبولي يشهد افتتاح مركز التصنيع الرقمي بمواصنع المحركات بحلوان ومن وزارة الصحة الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير منظومة الرعاية العاجلة والطوارئ وزارة الدفاع تبث فيديو لعمليات التطوير والتنمية على أرض الفيروس أما اقتصاديا وزير النقل يؤكد أن خطة الدولة هي تطوير ورفع كفاءة الموانئ البحرية وأخيرا الفنون الشعبية تكرم فرقة أولاد ياسين لحصولها على الميدالية الفضية في مهرجان هانوي الدولي إلى تفاصيل أحداث هذه الليلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي سأنا عاجز وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغدائية الرئيسية وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغدائي للدولة من خلال تربية احتياجات المواطنين بالكميات الملائمة موجها في هذا الصدد بأن يتم تحديد سهر توريد للقمح بحيث يحقق عائدا اقتصاديا مجزيا للمزارعين والفلاحين صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة موقف مخزون السلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية وكذلك زراعات المحاصيل للموسم الزراعي الحالي وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع استلع الغذائية الأساسية للدولة وذلك في إطار التخطيط المسبق بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها مع الأغذي في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية حيث استعرض الدكتور علي المصلحي في هذا الصدد المخزون الاستراتيجي لكل من القمح والسكر والذرة والزيت والأرز والذي يكفي الاحتياطي منهم لمدة من أربعة إلى ستة أشهر فضلا عن المتوفر من اللحوم الطازقة والدواجن والذي يكفي لمدة عام كامل وقد وجه السيد الرئيس بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية فضلا عن تعظيم القيمة المضافة لتغزين السلع من سلطلة الصوامع الاستراتيجية التي تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات الملائمة كما تابع السيد الرئيس مستجدات الموسم الحالي لزراعة القمح 2022-2023 على مستوى الجمهورية موجها سيادته بأن يتم تحديد سعر توريد القمح بحيث يحقق عائدا اقتصاديا مبزيا للمزارعين والفلاحين ويدعم زيادة كميات توريد القمح أضف المتحدث الرسمي أن اللواء وليد أبو المجد أعرض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الاستصلاح الزراعي أعلى مستوى الجمهورية خاصة مزرعة وادي الشيح بمحافظة أسيوت والتي تشمل زراعة القمح بأفضل تكنولوجيا الزراعة الرقمية الدقيقة إلى جانب عدد من الزراعات الأخرى كالموالح والذرع كما تم ضم مزرعة انتاج حيواني من أهل سلالات انتاج اللحوم فضلا عن الانتاج الداجني والاستزراع السمكي وكذلك عدد من المصانع التي تهدف إلى تعظيم قيمة الزراعات داخل المزرعة كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة الذي يضم ستة مصانع متنوعة لتغطية الانتاج المحلي والتصدير وذلك بالتعاون مع الخبرة الألمانية العريقة المتمثلة في شركة تيسين كروب العالمية تبع السيد الرئيس أيضا الموقف التنفيذي لمشروع التغذية المدرسية خلال العام الدراسي الحالي سواء من حيث محتويات الوجبة وتكلفة انتاجها وسبل توزيعها على مختلف المراحل العمرية بالمدارس واطلع السيد الرئيس كذلك على موقف مشروع مراكز تجميع البلازمة على مستوى الجمهورية سواء من ناحية الانشاء أو التجهيز وكذلك الحرص على اتباع أعلى معيير الجودة في تجميع البلازمة وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام بكافة مكوناته بما في ذلك تأهيل وتدريب القدرات المهنية والفنية وذلك في ضوء أهمية وقيمة قطاع الأعمال العام في المساهمة في عملية التنمية الشاملة وبما يمتلكه من أصول عديدة ومتنوعة على مستوى الجمهورية تستوهب حسن إدارتها واستثماراتها كموارد مملوكة للدولة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام وحسن إدارة الأصول التابعة لها وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام بكافة مكوناته بما في ذلك تأهيل وتدريب القدرات المهنية والفنية وذلك في ضوء أهمية وقيمة قطاع الأعمال العام في المساهمة في عملية التنمية الشاملة وبما يمتلكه من أصول عديدة ومتنوعة على مستوى الجمهورية تستوجب حسن إدارتها واستثمارها كموارد مملوكة للدولة بما يعظم المردود الناتج عنها لصالح الاقتصاد الوطني وكثوابت أساسية لصون المال العام وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير قطاع الأعمال العام عرض في هذا الصدد المخطط الشامل لإصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام والتي تستهدف التحديث والتنمية المستدامة للقطاع على نحو يؤدي إلى تخطي ما به من معوقات ويطور منظومة إدارته بشكل محوكم موضحاً أن عملية إعادة هيكلة الشركات تتضمن تأهيل وتدريب الموارد البشرية بما يمكن تلك الشركات من مواكبة التطور الصناعي كما اطلع السيد الرئيس في هذا الصدد على جهود تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام لسيما من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع فضلاً عن تحديث الآلات والمعدات بالمصانع وكذلك تطوير عملية زراعة القطن بالتنصيق مع وزارة الزراعة في هذا الإطار كما تابع السيد الرئيس مستجدات تطوير شركة النصر للسيارات في إطار جهود استغلال أصول الشركة والخبرات الفنية المتنوعة التي تملكها وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص حزم تحفيزية للأطقم الطبية العاملة بوحدات الرعاية الأساسية وكذلك تزويدها بكافة الأدوية والأجهزة اللازمة للقيام بدورها على أكمل وجه بما يساعد على تغطية تقديم الخدمات الصحية الخاصة بالشباب المقبلين على الزواج وكذلك متابعة مرضى الأمراض المزمنة ورعاية كبار السن فضلاً عن العمل على تفعيل خدمات الطوارئ على مدار الساعة في بعض وحدات الرعاية الأساسية الاجتماع تناول متابعة مبادرات الصحة العامة وتطوير الخدمات الصحية في وحدات الرعاية الأساسية على مستوى الجمهورية وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على آليات تطوير منظومة تقديم الخدمات الصحية في وحدات الرعاية الأساسية بما فيها الوحدات في نطاق مبادرة حياة كريمة وذلك بهدف زيادة معدلات التشغيل ورفع كفاءتها الإنشائية ودعم الخدمات المقدمة بها وقد وجه السيد الرئيس بتخصيص حزم تحفيزية للأطقم الطبية العاملة بوحدات الرعاية الأساسية وكذلك تزويدها بكافة الأدوية والأجهزة اللازمة للقيام بدورها على أكمل وجه كما وجه سيادته بإضافة عيادات تخصصية لخدمات وحدات الرعاية الأساسية على مستوى الجمهورية بما يساعد على تعطية تقديم الخدمات الصحية الخاصة بالشباب المقبلين على الزواج وكذلك متابعة مرضى الأمراض المزمنة ورعاية كبار السن فضلا عن العمل على تفعيل خدمات الطوارئ على مدار الساعة في بعض وحدات الرعاية الأساسية وكذلك دراسة تقديم خدمات منزلية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة كما عرض الدكتور خالد عبدالغفار الجهود القائمة لتحسين صحة الأسرة المصرية وتعزيز برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة حيث وجه السيد الرئيس بعقد مؤتمر سنوي باشتراك كافة الخبراء ذوي الصلة بحيث يتم تناول الأوضاع الصحية على مستوى الجمهورية وموقف الخدمات والمبادرات المتنوعة المقدمة في هذا الصدد فضلا عن المساهمة في عملية التوعية الصحية خاصة ما يتعلم خدمات تنظيم الأسرة ونشر الوعي المجتمعي بأهمية القضية السكانية عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثانية بالأردن مؤكدا رفض مصر لأي تدخل أجنبي في شؤون العراق مشيرا إلى أن العمليات الإرهابية والتدخلات الخارجية تسببت في العديد من المشكلات للداخل العراقي والمنطقة بأسرها غادر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة حيث كان في استقباله سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بن الحسين ولي عهد الأردن موسيقى 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 وتأتي المشاركة في الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة عدد من دول الجوار والدول الصديقة في إطار دعم مصر لعودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي والحرص على ضمان أمنه واستقراره حيث يسعى المؤتمر إلى البناء على النتائج التي أسفرت عنها الدورة الأولى من مؤتمر بغداد التي نعقدت في أغسطس 2021 وذلك من خلال مناقشة السبل الكافلة لتعزيز مصاري الحوار البناء بهدف حل المشاكل بالمنطقة فضلاً عن تهيئة الظروف المناسبة لإقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة وشهدت الزيارة عقد عدد من اللقاءات الثنائية للسيد الرئيس مع الزعماء المشاركين بالمؤتمر بما فيها مع شقيقه العهل الأردنية للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصائضة وكذا لقاء ثلاثي مع كل من الملك الأردني ورئيس الوزراء العراقي في إطار دعم وتعمق العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول الثلاث الأشقاء كما شارك السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في البحر الميت بالأردن في قمة خماسية بين مصر والأردن والعراق والكويت وفرنسا وذلك على هامش مؤتمد بغداد للتعاون والشراكة بالأردن وعقب نهاية فعليات المؤتمر غادر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي المملكة الأردنية الهاشمية عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن موسيقى 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 عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة الأمريكية الأفريقية الثانية بواشنطن حيث أكد الرئيس السيسي أن القمة الثانية للقادة بين الولايات المتحدة وأفريقيا التي عقدت على مدى ثلاثة أيام في العاصمة الأمريكية واشنطن تعكس لاهتمام الدولي المتزايد تجاه القارة الأفريقية صراح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد على استراتيجية ومتالة العلاقات المصرية الأمريكية معربا سيادته عن تقدير مصر للدور الذي يقوم به مجلس النواب الأمريكي في تعزيز الشراكة بين البلدين وتطلع لمواصلة الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الثنائي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة مؤكدا سيادته الحرص على التواصل مع مختلف دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا من جانبهم أعربت القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس مؤكدين على أن مصر تمثل حليفا رئيسيا للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط ومعربين عن التقدير لدور مصر المحوري كركيزة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الإفريقية إلى جانب جهود مصر النجحة في التصدي لخطر الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء مفاهيم التسامح الديني وما سعيها المتزنة الرشيدة بقيادة السيد الرئيس للتوصل إلى حلول لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة حققت مصر النهضة التنموية على صعيد مصر الداخلي من أهمها مبادرة حياة كريمة المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير الحياة الكريمة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجا في القرى والريف مدبولي يشهد افتتاح مركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات بحلوان وزير الصحة الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير منظومة الرعاية العاجلة والطوارئ افتتح رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات بحلوان وتفقد مدبولي خلال جولته معدات المصنع وما يتم انتاجه في مجال تنقية المياه ومحطات المياه مؤكدا ان المركز يهدف الى تعميق وتوطين الصناعة المحلية جولة تفقدية لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع افتتح خلالها مركز التصنيع الرقمي بالمصنع ضمن رؤية الدولة بتعميق المكون المحلي في الصناعات المختلفة وتعظيم شعار صنع في مصر هذا الصرح الجديد هو يحتوي على احدث واعقد الماكينات اللي وصل اليها وصلت اليها التكنولوجيا العالمية في تصنيع كل مكونات حاجات كتيرة قوي ومنها وهو الاهم بالنسبة ان احنا يعني بحكم العمل الكبير اللي مصر بتعمله موضوع مضخات وترمباط المياه اللي بتستخدم في محطات تنقية المياه محطات الصرف الصحي محطات الصرف الصناعي وده طبعا يعني في اطار طبعا المشروع القرن مبادرة حياة كريمة احنا النهاردة يعني احتياجتنا من الترمباط يعني ارقام هائلة سنويا يعني احنا بنحتاج على الاقل مش عايز اقول الرقم ولكن من 2500 الى 3000 طولمباط سنويا طولمباط دي كلها كنا بنستوردها قبل كده وحضركم تتخيلوا العبء الدولاري اللي ممكن يبقى علينا عشان كده يمكن كان توجيه في خمط الرئيس ان احنا دخلين في هذا البرنامج العملاق اللي حيستمر بعض الوقت والاهم ان بعد ما بنخلصه هيبقى هناك دائما حاجة لأعمال صيانة وتغيير قطع غيار وتجديد واحلال للطولمباط فمش هينفع ان احنا نفضل نعتمد على المكون الاجنبي اكد وزير الصحة دكتور خالد عبدالغفار ان القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتطوير منظومة الرعاية العاجلة والطوارئ لتيسير حصول المريضة على الخدمة مشيرا الى اهمية هذا التعاون الذي يستهدف دعم ورفع كفاءة منظومة المشروع القومي للرعاية والحضانات والطوارئ من خلال الربط بين مختلف قطاعات المنظومة الصحية وفقا لنظام ذكي مميكا يضمن سرعة توفير سرة الرعايات وتيسير نقل مرضى الرعايات بين المستشفيات وفقا للحالة الصحية في كل ثانية حياة شعار بروتكول التعاون بين وزارة الصحة واحدة الشركات الدوائية العالمية الذي يهدف الى دعم تعزيز الخدمات المقدمة لمرضى الزمحة الصدرية في اطار منظومة المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ الى جانب طرق التعامل مع الحالات المشتبهة باصابتها بالامراض القلبية اللي احنا بنعمله النهاردة ان احنا بنزود الوعي بنعمل رقم ساخن 16474 بنعمل أبليكيشن ان شاء الله تنزل ورايب جدا عشان تبقى اي حد ينزلها على تليفونه ويقدر من خلال الأبليكيشن دي حتتواصل بشكل سريع جدا مع الرقم الخاص بإيضاءة المركزية للرعاية العجلة والحرجة اللي من خلاله حيرد عليك طبيب متخصص في امراض القلب متضرب واخد شهادة معترف بيها من الجمعية الملكية للتعامل مع الحالات الحرجة يقدر يوجهك تقدر تعمل ايه لحد مع ربية الاسعاف تقدر توصلك اللي بدورها هتاخدك الى اقرب مستشفى مجهزة للتعامل مع دعامة للحياة اللي فيها قسطرة قلب علشان ما تروحش برضو ضايع وقت في مستشفى ما يكونش فيها هزير خدمات النهاردة ووفرنا خط ساخن للحالات الحرجة اللي هو الخط الساخن 16474 ليقوم مقام الرعي الرسمي للحالات الحرجة اللي المريض بنرفع الاول وعي ناحية الاعراض اللي المريض يحس بيها ويشعر بيها هو في منزله بيبدأ يتسب الخط الساخن بيرد عليه اطباء متخصصين بيسمع شاكوته ويقيمها ويوجه له اقرب عربية اسعاف ليه ثم بينسى مع اقرب المستشفى فيها وحدة قسطرة القلب ويوجه المريض لها كما تهدف الاتفاقية الى نشر الوعي والتثقيف المجتمعي باضرار ومقاطر الاصابة بتلك الامراض وكيفية التواصل السريع مع المنظومة الصحية من خلال الخط الساخن لضمان سرعة الحصول على الخدمة الالاجية اللازمة قدمت نصر نموذجا تاريخيا في ملف مكافحة الارهاب والتطرف على مدى السنوات الماضية وتواصل القوات المسلحة اعمالها الناجحة في مكافحة الارهاب بشتى الطرق وزارة الدفاع تبث فيديو لعمليات التطوير والتنمية على أرض الفيروز رصد موقع وزارة الدفاع فيديو لمظاهر الحياة والبهجة على أرض سيناء الحبيبة مع نجاح عمليات التطوير والتنمية على أرض الفيروز ترجمة نانسي قنقر ها هي مدن محافظة شمال سيناء قد استعادت رونقها وأصبحت آمنة مطمئنة وعادت الحياة طبيعية لا تختلف عن أي مدن مصرية بأي محافظة عندنا محاور عديدة تنمية زرعية تنمية صناعية وتعدينية تنمية ودي مهمة جدا برضو التنمية المجتمعية حيث تقام الآن مئات المشاريع القومية التي تشهدها محافظة شمال سيناء وينفذها ما يزيد عن أربع مئة شركة جميعها مصرية تعمل بأيدي أبناء شمال سيناء وتولي القيادة السياسية اهتماما كبيرا لتعمير تلك المحافظة التي تنعم بالعديد من الكنوز وها هي الدولة قد شارفت على الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير ميناء العريش ميناء العريش تطور تطوير شامل لخدمة أهلي شمال سيناء والمنظومة بتاعة الهائق الاقتصادية لقونة السويس كلها اللي هي في الشمال فيه 3 مواني وفيه الجنوب 3 مواني فأعتقد المنظومة كده هتبقى متكملة جدا قيادة سياسية وعيدة شايفة إن هي ممكن تطور الميناء بشكل قوي جدا بناء توجهات الدولة إن إحنا شغلين على المشروع القومي لتطوير ميناء العريش والتنفيذ كلها 100% شركات مصرية تعد جامعة العريش الحكومية إحدى المشروعات التي أدخلت الفرحة على قلوب الطلاب من أبناء سيناء كنت في الأول أنا زي نفسي أخاف أمشي في الشارع بصراحة يعني لكن دلوقتي لا الدنيا أمان جدا تمشي عادي أنت مش خايف أصلا أنك تمشي الأول كنت بتخاف وما فيش حظر دلوقتي زي الأول لا هي بير العبدة حاليا يعني أصبحت تمام جدا وكل الناس فيها بخير والوضع الأمني فيها كويس جدا ده بفضل طبعا الجيش بتاعنا وآمن بلدنا كما شهدت محافظة شمال سيناء العديد من مشاريع الإسكان ويعد مشروع الإسكان الاجتماعي بحي المساعد بمدينة العريش أحد نماذجها نحن النهاردة في مشروع الإسكان التعاوني اللي هو الـ 105 عمارة بحي المساعد وحي المساعد ده مدخل مدينة العريش وبيتمايز بقربه من الأماكن السياحية وأيضا الجامعة سيناء المشاريع السكنية سواء في العريش فيه إسكان التعاوني والإسكان الاجتماعي بحوالي 2136 وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي وأيضا رفع حوالي 621 عمارة سكنية في رفع الجديدة وأيضا المنازل البدوية برضو الجهاز تعمير سيناء اللي نشرف العمل في المنازل البدوية لأن طبعا حضرتك عارف السقافة البدوية والسقافة السينوية برضو مش كله بيقعد في الأماكن اللي هي العمارات السكنية بيفضلوا برضو المساكن اللي هي المنفصلة برضو عشان الطبيعة القبالية فبيتم برضو جهاز تعمير سيناء بينشئ المنازل البدوية المنزل البدو بعوالي 120 متر مسطح ومنفصل وليه حوش ليواكب الطبيعة البدوية والطبيعة القبالية هنا داخل مدينة العريش تقع محطة مياه الكيلو 17 والتي تعد أكبر محطة تحلية مياه بالشرق الأوسط إذ تخدم العديد من مدن المحافظة ومشاريعها القومية المحطة دي ما بدأيا بتنتج مئة ألف متر في المكعف اليوم مية وهي قابلة توسعة تبقى 300 ألف طبعا بعد التوسعات دي حتى تبقى أكبر محطة ينكم في الشرق الأوسط ودي حالة مشكلة كبيرة هناو بالعريش لأن طبع عريش من الزمان عارفين فيها مشكلة مياه يعني مياه ما سكة بتيجي ماكسما من يومين في الأسبوع وعلى مستوى التعليم شهدت مدن المحافظة افتتاح العديد من المدارس خاصة بعد عودة الحياة إلى طبيعتها بالفعل عدد المدارس بيزداد احنا النهاردة في مدرسة من المدارس الرسمية لغات النوعية وحرص وإصرار الدولة ووزارة الترابية والتعليم على توفير كافة أنواعات التعليم في المحافظة المدرسة كويسة والله يرفع رأسنا وبتعلمنا كويس والصراحة أنا فخور لأننا في المدرسة دي يعني يعملون حال ومشاء الله عن مدارسنا بيشرحون لنا كل حاجة بنقدم المناج للأطفال بأكتر طريقة ممتعة هما تقدر توصل لهم المدرسة مهتمية بنا ومهتمية بالنظافة وبنذاكر كويس بيدنا موسيقى بيدنا رسمة بيعلمونها الكمبيوتر تما حظك شايف الأولاد موجودين كلهم والأمور طبيعية في المحافظة ما فيش أي مشاكل من أي نوع يعني ما فيش فصل دلوقتي ما فيهوش شاشة تفاعلية موجودة للعرض أو للتفاعل لشرح الدروس يعني وكده وعرض المواد التعليمية عليها وها هي مستشفى العريش العام تشهد عدة مراحل من التطوير حيث استحدثت بها العديد من العيادات والمراكز العلاجية المجهزة على أعلى مستوى النهاردة في مستشفى العريش العام يعني شادت كثير من التطورات خلال الفترة اللي فاتت يمكن تم استحداث خدمات ما كانش موجودة بالمحافظة طبعا حتى الآن يعني اللود كبير قوي على مستشفى العريش العام والحمد لله احنا قد المسئولية بفضل دعم القيادة السياسية والساد الرئيس عبدالفتاح السيسي وجميع القيادات هنا في المحافظة ووزارة الصحة لكن إنشاء قناة الطب ومستشفيات جامعية طبعا هيضيف كتير قوي للمحافظة وهيفيد الناس هنا هتبوا أفضل كتير يعني ان شاء الله لا ما شاء الله الحين بصراحة مستوى اللي ما شاء الله يعني بقاجي كل يعني الحمد لله دكات الحرام كل يعني مستوى يعني فرجت بين الأول والحين بصراحة كل الحمد لله زال عسل وهكذا عادت الحياة إلى مدن محافظة شمال سيناء آمنة مطمئنة الأوضاع الأمنية غيرت بشكل جزري وبالوضع يبقى جيد جدا وإنه زي كل المحافظات الأوضاع بسم الله ما شاء الله حلو خالص والأمن والأمان أحسن من الأول كمان يعني كنت في 2014 و2015 كنت بنزل بتشاهد قبل منزل علشان كان الوضع يعني غير مستقر تماما حاليا يعني تعليش بدأ الترجع أحسن من الأول بالأول كان ضرب نار بالسمرار وكانت برضو الوضع ما كانش أمان نهائي كان خوف أنا كنت في اسماعيلية وقيت استقرت هنا هو الأمن الحمد لله مستقر في البلد ووضع البلد أحسن من الأول وفي حال التقدم في البلد الوضع الأمن ميا ميا وفيش أي حاجة نحن في وضع أحسن كتير من سن فاتك الأمن الحمد لله استقرمي زي الأول الحمد لله الحياة رجعت طبعتها أنا باعتبرها 100% وإن شاء الله شايف بشاير خير بأمر الله إنها وبحق بشائر خير تطل علينا من أرض الفيروس أرض المعادن والكنوز سينا منارة يشع نورها وخيرها على كافة أرجاء الوطن وعادي هنسنها بحياتنا كوى قلبنا وفي عينينا عادي من جلنا وكلمة والتزام واجب علينا وإنت ماشي في سينة حاول تفتك الرمات فيها مين وإنت ماشي في سينة ادعي وإحنا وياك نقول أمين الاقتصاد هو مجال الإنتاج والتوزيع والتجارة والاستهلاك للسلع والخدمات والذي يتماسك رغم الصعوبات التي يواجهها العالم من جائحة كورونا وارتفاع الأسعار وزير النقل يؤكد أن خطة الدولة هي تطوير ورفع كفاءة الموانئ البحرية جهاز تنمية البحيرات يعلن افتتاح موسم الصيد بمزرعة المنزلة السبكية شهد وزير النقل المهندس كامل الوزير وزير توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء وتجهيز وإدارة وصيانة وإعادة تسليم منطقة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف بميناء الإسكندرية وذلك بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف المصري الهولندي للشحن والتفريغ وأكد وزير النقل أن خطة الدولة هي تطوير ورفع كفاءة الموانئ حتى تصبح مصر أحد أهم مراكز التجارة واللوجستيات في العالم أطلق جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية موسم الصيد لعام 2023 بمزرعة المنزلة السكنية بمحافظة أدقالية حيث بلغت حصيلة الإنتاج في اليوم الأول 41.5 طن أسماك يأتي ذلك ضمن خطة الدولة بوضع ملف الاستذراع السمكي على قائمة أجندتها الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في مصر 2030 باعتباره أحد محاور التنمية في القطاع السمكي والأمن الغذائي ومن المقرر أن يستمر الموسم حتى نهاية شهر إبريل 2023 تتميز مصر بالحضارة والفن منذ القدم والذي يؤكد ريادتها الحضارية والثقافية على مر العصور الفنون الشعبية تكرم فرقة أولاد ياسين لحصولها على الميدالية الفضية في مهرجان هانوي الدولي كرم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية فرقة أولاد ياسين لحصولها على الميدالية الفضية بمهرجان هانوي الدولي لفنون سيرك فيتنام احنا فرقة أولاد ياسين أربعة أشقاء منلعب فقرة البسكليت بايسكيل دي وراسة أبا عن جد احنا الأربعة الإخوان أحمد ومحمد ووليد وخالد كنا شاركنا من ثلاث سنين بفقرة اسمها فقرة البلانسات في مهرجان في فيتنام حصلنا على جهزة العرض المفضل للجمهور والمرة دي تم ترشحنا من قبل السيرك القومي وإدارة السيرك القومي نحن نشارك بفقرة البايسكيل ومهرجان طبعا دولي عالمي بيحضروا أكثر من دولة عالمية ومتقدمة في فنون السيرك بالإضافة طبعا بيكون موجود لجنة تحكيم على أعلى مستوى من أفضل المحكمين في فنون السيرك في مستوى العالم كله شاركنا في مهرجان السيرك الفيتنامي مهرجان هانوي الدولي فيتنام وكنا البعثة المصرية مكوانة من فقرتين كان من ضمنهم فقرة البسكيلتة أولاد ياسين لها فقرتنا والحمد لله حزت على الميدالية الفضية الحمد لله في المعرجان هي ورسك جدا وبعدين من الأب والعم فطبعا بنيجي من وإحنا أطفال حبينا الموضوع جدا وزي وزي أي رياضة يعني بقينا عشق بالنسبة لنا يعني مع التطور اللي بيحصل والتدريبات والكلام ده قدرنا نوصل لحاجة كويسة الحمد لله يذكر أن فرقتها أولاد ياسين ورثت ألعاب الدراجات عن جدها فنان السيرك القومية وقاموا بإدخال بعض التطوير على اللعبة بما يتماشى مع التطور في كافة المجالات مشاهدينا كان هذا آخر وأهم ما لدينا من أحداث وفعاليات مرة على مصر في الأسبوع الماضي الأسبوع القادم نأتي إليكم بكل ما يحدث في مصر على مدار أسبوع دواد الحلم يلا وكلنا بخيالنا نسرح هنقسم لقمة بيننا وحبة نمع حبة نطرح ويفضل عالمك الغالي تملك على مطرح عن فركة خلاص وين وينة وهتبقى كل علامك